أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لين اتبعتم شعيبا إنكم بذل خاسرون فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في ذالهم جاثين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدل مكان السيئة الحسنة حتى عفى وقالوا قد مس آباءنا الضراء آباءنا الضراء واصروا فأخذناهم بوتة وهم لا شعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كان يكسبون أفأمن أهل القرى أن يحتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يحتيهم بأسنا دحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين لثون الأرض من بعد أهلها ألوى شواصبناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من طار كذلك يطابع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهده وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عنقبة المفسدين وقال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأغسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فالقع صغف إذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وأخواصل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحل عليم وجاء السحرة فدعون قالوا إن لنا ناجرا إن كن نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترحبوا وجاءوا بصحر عظيم وأوحينا إلى موسى ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فدعون آمنتم به قبلا آذن لكم إن هذا لما كنتم في المدينة لتخبروا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيدنا قمت لكم من شنافين ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فدعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يونثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتاقين قالوا أوذينا من قبل أن يتأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آلاف نعون بالسنين ونقاص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائمهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأغسلنا عليهم الطوفان والدراد والقمل والرفادع والدم آيات مبصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنه الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفت عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأطرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا استضعفون مشادق الأرض ومغانبها التي بارتنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان أصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قال يا موسى جعل لنا إلها كما لو آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إليه وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أضعي لليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قوم يصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى الميقاتنا وكلمه ربه قال رب أدني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استطر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيطا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالات وبكلامي فخب ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخبها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأليكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذي يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبضت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذه وكانوا ظالمين ولما سقطوا في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لإن لم نرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال بحس ما خلفتمون من بعده أعدلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم سضعفون وكاد يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعل لي مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي والأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رب وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآملوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن نوسى الغضب أخذ الألواح وفي نصرتها هدى ورحمة للذين هم لرب يذهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميطاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل صفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمة وسع كل شيء فسأكتبها للذين تقون ويبطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين اتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الممكن ويحل لهم الطيبات ويحرب عليهم الخبائث ويضر عنهم أسرهم الأولى للذين كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس لرسول الله إليكم تنهي عن الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميد فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي أمنوا بالله وكلماته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباط الأممات وأوحينا إلى موسى إذ استصطاه قوما نضرب بعصاف الحجر فان بجسد منه اثنت عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللن عليهم الغمامة وأنزلن عليهم المن والسلوى كلوا من أطيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ طيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث جئتم وقولوا حطة وادخوا الباب وقولوا حطة وادخوا الباب سجدا نوفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأوصلنا عليهم لجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حادرة الباحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم الأسبطون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لما تعدون قوما لمهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين انهون عن اسفل وأخذنا الذين ظلموا بعذابهم مئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نبوا عنهم قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ما هي يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يضعون فخلف من بعدهم خلفوا ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيؤفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين تقول أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقوموا الصلاة إنا لا نذيع أجر المصلحين وإذ نتقل الجبل فالقم كأنه ظلتوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقول وإذ أخذ ربك من البني آدم من ظهور وذبيتهم واشهدهم على أنفس ملسوا بربكم قالوا بنا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ضدية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المباطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يضعون واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتسربه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كان يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ضرقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آدان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسن فدعوه بها وذروا الذين إرحضون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمليلهم إن كيد متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد قطرم أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادينا واذرهم في طضيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة كيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجنها دوقاتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا موتا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومه يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجة ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا والله ربهما لن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أَيُشْرِكُونَ مَا لَيَخْلُقُوا شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْقُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدَعُوا مِنَ الْهُدَى لَيَتَّبِعُونَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَيْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَنْفَالُكُمْ فَدَعُوْهُمْ بَلْ لَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَكُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبَتِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُونٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَوْ أَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ إِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِينَ ازْدَلَى الْكِتَابِ وَهُوَ تَوَلَّ صَالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدَعُونَ مِنَ الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَأَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ خذِلْ عَفَّ وَأَمُرْ بِالْعُفِ وَأَعْبِلْ بَعَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَسْقٌ فَاسْتَعِدِّ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسْتَمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّنُوا فَإِذَا هُمْ مُنْسِرُونَ وَإِخْوَانُهُ يَمْدُونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّا لَا يُقَاصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةِ أَمْ قَالُوا لَوْ لَا جِتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِمْ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّهِ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُ وَوْدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا أَقُلْ أَلْقُوا أَلْقُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِكُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَادْقُرْ رَبَّكَ بِي نَفْسِكَ تَضُرْعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغُطُوبِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِدُونَ الْعِبَادِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين يذكروا الله وجلت كلهم وإذا تليت عليهم آياته سادة أممانا وعلى ربهم توكلون الذين يقيمون صلاة ومما رساقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورسق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمات ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطن ولو كانها المجرمون إذ تستغيصون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مغدفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي إلى ربك إلى الملائكة لأني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقار ذلك فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا سحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم جومئذين دبره إلا متحرفا لكتال إلا متحرفا لكتال لو متحيسا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلوا ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه مناء حسن إن الله سميع عليم ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تهدوا فالله خير لكم إن تعودوا نعود ولا تضني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت أن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكون كالذين قالوا سميعنا وهم نسمعون إن شر الدواب عند الله صموا البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم ما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرض وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتغطفكم الناس أن يتغطفكم الناس فآواكم يدكم بنصبه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم مولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تدقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ويمكر بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويصرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساضر الأولين وإن قالوا الله رم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا فامطر علينا حجارة من السماء أو اهتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم ففيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يسدون عن المسجد الحرار وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفظ لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير